في إطار متابعتها للجريمة التي هزت الرأي العام الوطني بعدما تم قتل بوليسي وحرق جتته تمكنت عناصر فرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع عناصر ديستي عاشية يوم أمس الاثنين من توقيف أربعة أشخاص ضمنهم فتاتين بمدينة سعيدية نواحي وجداء وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية قتل وحرق جتة بوليسي بمنطقة الرحمة عملية التوقيف تضيف مصادرنا تأتي في إطار الأبحاث العلمية والميدانية التي لا تزال تجريها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت مختلف مصالحها وإمكانياتها للوصول إلى فك لغزة جريمة النقرة التي ذهبت ضحيتها موظف لأمن الأسبوع الماضي إلى ذلك فقد تم نقل المشتبه فيهم بعد توقيفهم تحت حراسة أمنية مشتدة إلى مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء من أجل مباشرة التحقيقات التي تجريها المصالح المذكورة تحت إشراف نيابة العامة المختصة شكرا على المتابعة